لكل ولادك يا مصر حضارة سبح تلاف عام عندنا ليكم رسالة نخاطب الوجدان من انسان بسيط وابنه منكم عايزينكم تبقوا تمام ومن فضلكم تصبروا على كلامنا وتسمعوه للنهاية احتبروه متشكورة او مهرجان لولاب بلدنا او فيلم او حلقة مسلسل متابعينوا للنهاية جايز تكون الافادة ليكم اكتر وننتصر وينتصر الجميع معانا وانتصركم دي حلمنا حتى لو بعد ما متنه في النهاية وبنأكد ونسألكم بكل غالي عليكم برضو تسمعونا للنهاية لاننا منكم وبنحبكم وعايزينكم تبقوا في احلى حكاية لان الحقيقة احوالنا مسيئة بكل صدق مش عايزة كلام لازم نغير كبير صغير اوضعنا المسيئة بكل طريقة واي كلام مهمة كبيرة محتاجة غيرة من حضارة سباح تلاف عام يلا يا مصريين في كل مكان جلسين نعمل كتيبة ونحد الطريقة نعظم فيها هذا الكلام بفعل واضح وعزيمة عالية وشكل ماهر ولا ننسى هذا الكلام مهمة سهلة لمصر واعي في دماغه يعبر للامام وكل واحد هايف وبارد وشكله ساقط لابد يعي هذا الكلام وبشكل واضح يعبر معانه حتى ينجو من الهوان نتحد بقى ونشوف هنعمل ايه في اللي جاي يا شعب حضارة سباح تلاف عام مستفشرين متأكدين اننا من افضل بني الانسان نبدأ بقى عرض الرسالة اللي فيها اهم الكلام ونقول بحكمه وكل ضقة ان الشعب والمشرع والمسؤول التنفيذي هم بداية الكلام وهم اساس البنيان اللي بنحلم بيه لشعبنا في مصرنا وكل مكان من علم وادب واخلاء عظيمة وارقي حقيقي في تعامل الانسان وقانون محافظ على الجميع في كل شيء وتنفيذه بدون تحويل ولا تفئيع ولا تضليل ولا يتم هذا الكلام الا بعظمة اساس البنيان الشعب المشرع المسؤول التنفيذي بداية الكلام نعرب بقى دور الجميع متفائلين وللافضل متوجهين ونقول يا شعب نحن اساس كل شيء في مصر المحروصة بدون كلام بينا اصلاح كل شيء فيها وده اهم الكلام وللاسف بينا افساد كل شيء فيها وده اسوأ الكلام لاننا نحن القادرين على اختيار من يقود الوطن في امور كلها التشريعية او التنفيذية بقدرة واي قرار اما للانتصار والاعمار او الانكسار والضمار لذا علينا الدقة والعمل ليلة مهار والحوار في الاختيار حتى يصل بقدارة من هو صالح لهذا الاطار الذي يحمل همومنا ويحمل لها حلول وافكار النزيه الذي يعمل بثقافة الفكر وثقافة الانتصار من اجل الجميع بدون ضلال لبناء انسان صحيح كامل الاركان ليكون نافع لنفسه وبوطن صابق الاوطان وهي دي رسالتنا في مهمة الاختيار للمشرع او المسؤول التنفيذي اذا كنا نريد نظام واللي بيها هنوصل في كمة الاقطار وفيه كلام برضه في كسة الاختيار مين نقوله لأ بقوة في الاختيار ونقولها بأعلى سطنه من اجل بناء انسان وكمان بناء اوطان لا نختار كل كاره للبشرية فانه لا يصلح ابدا لهذا الاطار لا نختار سيء السمعة المجبوخ فاي فساد بدون حوار لا نختار كل غبي مكروه في محيط وطنه الصغير لانه لا ولن يشع حب لابناء في وطنه الكبير يا احرار لا نختار كل منحاز لفكر غير عادل او فئة بعينها يريد لها وحدها الانتصار لانه سوف يمثل كل الفئات والافقار ولا نختار كل من اراد شراء صوتنا ونشر ثقافة الجوع والازلال لنا او لكله من شعبنا مهما كان هذا الانسان وعلى البسطاء الذين يفرحوا بهذا الحوار ويحتبروه انتصار نقول لهم بكل صدق واصرار ان الكرتون او العباء او اي مبلغ من المال هو ضمار وليس انتصار لان من اشترى صوتك لابد وان يكون في انتظار السمن مهما كان وهو ضياح حقوقك يا غلبان وكل الفئات من حولك كمان لانه مش فضيلك ضب يعوض فطورة الكرتين والمال كل طريقة يا غلبان والرسالة لشعب مصر العظيم مستمر والمشرع والمسؤول التنفيذي لم يأتي كلامنا لهم حتى الان فاسمعونا للنهاية واعوا كلامنا من البداية فاننا لا نحمل لكم الا الخير وطريق الانتصار وكلامنا اللي جاي عن الهاتف المحمول او النقال او الجوال او 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 اقول عليه زي ما تقول او المهم تابع الكلام لان المحمول ده واكهين لعملة واحدة اسمها التواصل العام في كل مكان وفيه برضو اكهزة كتير بتدور في هذا الاطار لكن لخص نظرها لكم في هاتفنا الجوال او النقال او المحمول زي ما بنقول في الكلام ووقه الاولاني ده معروف من زمان زي تلفوننا السابت الفرق ان ده نقال وبيزيد شوية حاجات ممكن نبعث منه رسالة لحد او نبعث فيديوهات يعني اتصال بسيط بجد ومهيأ لكل الفئات في الاستخدام وده اللي عايزين نحذر منه لان فيه واجب علينا لبعض في طريقة الاستخدام لنغلس فيه على بعض في اي حال من الاحوال ولا نحور مهما كان الكلام ويكون اسلوب نراقي فيه عن بعض والكل بيكون مشغول لان النت في المحمول بيقول وكلامه كتير في الشر والخير بيقول فلازم اتصال بيكون اتصال بيكون ضيعين اتصال بيكون له حد اتصال بيكون اتصال بيكون مهما كانت بيكون اتصال بيكون في التعليقات وينسى يقف على قبري ويدعي لي ويقول الله يرحمك يا ابا ويلحقني بيك على خير لانه كاس وداير على جميع الناس لازم نفوق لبعض بجد ونعمل للمحمول ده الف حد وحد حتى لا نطوي حضارة سبح تلاف عام حتى الان وكلامنا اللي جاي عن الغار المنكز الاول في كل حالات الانهيار شئنه امق بينه حتى لو كان ليس بيننا وبينه عمار فهو الاقرب في كل الظروف والاحوال فضارك اقرب شخص لك فحافظ عليه بكل حكمه واحترام ولا تدخل معه في اي حوار يدور يحمل الاساءة في الكلام وحرص على ذلك ولا تنسى هذا الكلام لانه اقرب شخص لك واحتفظ بسرك واصرار بيتك لنفسك ولا تبوح بها لاقرب شخص لك وحرص على هذا وكن مالك لسرك دائما حتى لا يأتي يوم وتكون مملوك وتشعر بقلق وعدم راحة واطمئنان في اي لحظة لا قدر الله يكون في خلاب بينك وبينه بسبب انك تبوح له بهذه الاسرار وقارك ليس مرتبط بسكن فقط ولكن قارك هو قارك في اي مكان انت متواجد فيه ايها الانسان حتى لو لحظة واحدة واعلم انه اذا اختل وزنك وسقط في اي مكان فلن يحملك الا قارك في هذا المكان مهما كان هذا الانسان وكلامنا اللي جاي عن الاباحية والاباحية دي شيء مرفوض في كل الاديان لانها بتضمر ملامح الانسان وتجعله بدون اسم صحيح وممكن يكون ملوش عنوان والاباحية دي من الانسان الغبي الاحمق مع دوم الاراضة زبلة المجتمع لان ما كان مش انت بس لازم الكل يفوق واي طريق للاباحية عندنا يكون مغلوق احنا بشر مقرمين في الكون اصحاب عقول مش كلاب باللفة حوالهم بعض وانظور كلام مفهوم ياريت يكون مفهوم وفيه كلام تاني موجهين الفئات محتاجين منهم عند وقفات لان دورهم كبير في انتظام حياتنا اللي مارر واللي قات اولهم جيشنا العظيم نقول بأعلى سطن طالبين الحفاظ على مصرنا ليوم الدين بالعمل ليل نهار في التخطيط والتدريب والتأهيل من اجل الوصول للكوة القادرة بدون حدود للانتصار لتكون سند وامل للوطن في كل الاوقات اوقات السلم والكبوات بكوة احساس في التعامل مع اي ابتزاز بصلابة وبدون اي اهتزاز على مبدأ السلام والحفاظ على الوطن في كل مكان بدون احتلال لاحد مهما كان كونوا ابطال في التعامل مع اي قرار واجعلوا التفاهم عندكم سلوك ونظام والتعاون طريق لكم طول الزمان والسلام في عقولكم وقلوبكم بعد كوة الانتصار كونوا ابطال اجعلوا للهاتف المحمول حدود ولا توجد للتكنولوجيا الطرفيهية عندهم وقت تنفيذ المهام اي اهتمام ونقول لرجال الامن العام او الدخلية او شرطة مصر برضو كلام اجعلوا الامن اسطورة في كل مصرنا يا كرام واضربوا بأيد من حديد على كل مروع للامنين في اي مكان واحذروا الظلم لأي انسان فانتم لنا مصدر الامن والامان والظلم لنا منكم هو عدم الامل والتراجع والانكصار والامن لنا منكم هو طاقة الفتح والكوة والانتصار فدركم عظيم ومهم ما نكن لها كل التقدير والاحترام فهو دور يستحق منكم بزل الجهد والتركيز لانقاذ مجتمع من نصب واحتيال وسرقة وتدليس ومحصرة كل من قام بعمل اجرامي والناس منه تستغيس واخلاء سبيل كل متهم بريء ملوش علاقة بالجريمة اللي احل بيه ولا اي تحفيز دي قمة الامان اللي كلنا بنحلم بيه فكونوا على قلب رجل واحد ايها الابطال في التفاهم والتعاون والتنظيم والتوزيع والانتشار وابعدوا كل البعد عن الهاتف المحمول والتكنولوجيا الطرفيهية حتى لا تختل الاوزان لكم في اي مهام وكلامنا اللي جاي عن العدالة ورجال القضاء اهل التوازن الافاضل الاجلاء بنقول لهم انتم ميزان الحياة لنا بيكم نكون في امان مضمون لا نقلق من قاتل او سارق او خائن او مصطول نريد منكم البحث الدقيقة في التحقيق حتى يكون الحكم مقبول حتى تظل العدالة في نقاء ولا احد عليها يغول ويدخل السجن كل من اجرم لانه اراد لنا وضع غير مأبول ولا يعفى من اجرم من العقاب حتى لو اخيه قضينا على منصة الحكم يقول وبهذا لن يكون في السجون مظلوم وتظل العدالة ناقية وتكون لنا امام مضمون وكلمنا اللي جاي لعلماء الاديان السلاسة المصريين او لاصحاب الاديان السلاسة اذا كانوا يهود او مسيحيين او مسلمين يا علماء الاديان انتم في احسن مكان متواجدين لانكم تحملوا علوم الاديان التي يسير عليها كل انسان في الدين وتظهر للناس في دينهم الحدود التي يتعاملون بها اجمعين وكل طريق يسير فيه الانسان المرتبط بدينه المتين فكونوا بقدر عصمة هذه المسئولية ونقلها للناس اجمعين كما اراد الرب الخالق لكل شيء وخالق الناس اجمعين والكل يؤمن بان ربه خالق كل شيء والناس اجمعين ولكن الاخرين عن دينه كافرين فالكل يؤمن بان الخالق لنا واحد ولكن اختلافنا في الدين فعلينا بان نتعامل مع بعض اخوة ونتعايش في محبة اجمعين بارادة حقيقية داخلنا والتزام من الصورة قدام الناس وخلاص اي كلام لان اللي خلقني شايفنا وعرفنا وسامعنا وعارف اهدفنا كمان من اجله لازم نتغير ونجعل للانسانية مكان ونجعل لمحبتنا ارادة ونجعل لتفاهمنا ارادة ونجعل لتعاون ارادة لندمر بني الشيطان لان اللي خلقني هو واحد والله للكل عظيم من اجله ننق نفسنه وعشانه نكون صدقين وعلى علماء الاديان البحث ليلة نهار في كتب خلقنا العظيم للوصول الى نقطة اتفاق تحدد اختلافنا في الدين وعليهم بان يظهروا علوم الاديان في استمرار الجميع وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تؤدي الى التفرق للجميع ويوضح كل الامور في الاديان حتى يسير كل من ارتبط بدين في السير السليم ومن يأمر منهم بقتل انسان او بالفتن بين الناس او بعنف او بشر او بخراب او بضمار او بفساد وظلم للناس او بالانقسام بينهم لا يكون هذا من علماء الاديان لان لان من يعرف الله الرب الخالق لكل شيء وخالق الناس اجمعين يعرف ان هذا عنده مرفوض لاننا بني خلقه اجمعين وندعو الله خالقنا العظيم بان تكون رسالتنا مفهومة للجميع وينتبه اليها علماء الاديان اجمعين وكلامنا اللي جاي عن الاعلام واهله لانه محتاج منا برضو كلام وفي البداية بنقول اذا كنت تريد ان تكون اعلامي موهوب تنقل الخبر الصحيح للجميع بدون رصوب وتحفظ وتنت باي طريقة واي كلام من الهبوط وتعالج مشكله مع الجميع بكل حكمة وكل هدوء وترفع من شأنه في كل وقت وكل العهود وتجعل من شعبه بطل اسطوري حقا لا يموت عند اذن تكون حقا اعلامي موهوب تستحك من الحب ولك الخلود لان الاعلام في مهمة عظيمة لا يغفلها الا كل انسان جاهل او عقل غير موجود لان عمله توجيه يلقي الكلام عليك في كل ما هو موجود ويوضح لك فيه السلبية او الاجابية والمفترض ان انحياده موجود وانه ينقل كل موضوع او بيان بدون زيادة او نقصان موجود وهذا ما نريد حقا من الاعلام بدون كلام او ردود وهذا يكون اعلامي له الحب والاحترام منا وله الخلود والذي لا يعرف الانحياد ومضل لأي فئات يا ليتك غير موجود لانك انت هذي بالفلوز بتبيع مبدأك وانتماءك وسط اهلك وللفتن عمال بتشرح والفئات عمال بتمدح وفاهم بكده كلامك هيسمع عود الى اصل الاعلام الموهوب واجعل لنفسك مكان وسط الانسانية قبل هبوطك منها وصدقنا لن تعود وهذا كلامنا للاعلام وعلينا بان نحسب ما يقول حتى لا نقع في فخه اذا كان مأغور ولأهل الرأي والفكر هنقول ويسمعون مرة احنا بنسمحهم على طول يا اهل الرأي والفكر انتم اصحاب عقول اعمل لحظات في صمت هذه العقول من اجل الخروج لنا برأي وفكر وضعه مقبول لدى العقول وهذا الذي نحن في اشد الاحتياج اليه منكم وفي انتظار له على طول لان الامور بيننا اصبحت في خروج عن الاطار المعقول وفي احتياج رأيكم وفكركم الموجه للجميع بلا استثناء لان الوضع محتاج عقول ومصر كبير وشعبها عظيم وسوف تظل ان شاء الله بولدها على طول فكونوا بقدر المسئولية ووجهوا العقول للجميع لانتصارها نوصيكم بهذا مش اليوم وبس ده في كل يوم وكل جيل فيه على طول لان العالم انتشر فيه التطرف الفكري بكل انواعه الغير معقول وفساد اداري واخلاقي وانساني يشكل عقبه في طريق النصر على طول ومن اجل محاربة كل هذه الامور نطلب منكم يا اهل الرأي والفكرة حلول تجعل شعوبنا في وحدة حقيقية تقف امامها العقول وحب وتفاهم وتعاون وسلام يجعل هذه العقول ايضا في زهول واهتمام بعلم وعمل واخلاق انسانية بلا توقف في كل العهود وعلى شعب مصر العمل بهذه الحلول التي هي طوق النجاة من عمل بها بصدق واخلاص واراد العز له ولوطنه بلا تراضع او فطور وعلى المشرع والمسؤول التنفيذي اتاحة الفرصة لأهل الرأي والفكر لعرض ما في عقولهم يضور وعلى اهل الرأي والفكر بان لا يستغل الفرصة لألم الوطن او شعبه لانه شعب عظيم لن يسمح بالألم مهما كان الكلام منكم في هذا الصياق يدور او يطول وكلامنا اللي جاي عن الفن واهله ودوره في المجتمع كيف يكون الفن لازم يكون هداف لمعالجة فينا كل اهتزاز ليجدد فينا روح الاحساس كلام ما عصلك محتاج احساس من فنان مشاعر الكل بفن شاعر يعالج مفاهيم خاطئة وعدات سيئة والموهبة عنده تقدنا دائما للأمام وده اللي لازم نشجعه وفي وسط اهل الفن نكرمه ونرفعه اذا كان مؤلف او ممثل او مخرج او حتى قمبرص او شاعر او مطرب او ملحن او حتى ارتست ودول على سبيل المثال الحصر من اهل الفن اما المنتج للاعمال الفنية فله عندنا كلام خاص انت دورك عظيم تعمل في مجال غرس المفاهيم المفروض تفيد المجتمع ما تضر تزيد المجتمع ما تقل تنصر المجتمع ما تزل لولاك ما شفنا فيلم ولا مسلسل ولا مصرحية ولا حتى برامج مسلية فكون على قدر المسئولية لاننا تعبنا بجد خلاص من فن الهمجية اللي غير لهجتنا بدون كلام المكوم من ضعير ونعير وإل تزوء ومسطيل وخلاص وإذا كانت القصة عندك تعب شنط مال وخلاص بأي فن تعرضه عن ناس فده مش مكانك فك عنا الله لي سيئك اللي زي يكمل البلد تراضع وخيبة أمل وعدم إحساس إحنا عايزين منتج عنده إحساس يعرض فن صحيح لبناء إنسان ودي اللي لازم نفهمه يا ناس ونشجع عمله ونربحه إذا كان عندنا إحساس أما أهل الفن المتعيس اللي بيعملوا أدوار وخلاص بدون دراسة انتصار لهم أو لغيرهم نقول لهم بإصرار بلاش خيبة أمل أشرف لكم العمل في أي مجال آخر لأن الفن محتاج رجال يعملوا في إطار الإصلاح الأخلاقي والأدب الصحيح لينهض الوطن بهم في كل مجال وكلمنا اللي جاي لمشجع الرياضة أو الرياضيين المحترفين وغير المحترفين أما لمشجع الرياضة فنقول لكل إنسان فيهم أنت إنسان عندك إرادة بتشجح فريق أو لاعب بالنسبة لك هو صاحب الرياضة في هذه الرياضة وعند فوز فريقك أو لاعبك بتكون في سعادة والفرح بلا شك وهذا حقك وهو صاحب الرياضة بفوزه في الرياضة وهذا حقه ولكن لا تصخر من أحد أو يكون عندك شماتة لأن الطبيعي أن المنافسة فيها هازم ومهزوم فكن إنسان محترم لأنك صاحب إرادة وإذا أردت الكلام فقول يا سلام يا أولاد عليكم فعلا لكل مكتهد نصيب حقيقي من السعادة ولا تستفز أحد بقول أو إشارة حتى لا يستفزك أحد بأي عبارة واجعل عندك إرادة يا صاحب الريادة وعند الهزيمة لفريقك أو لاعبك تظهر منك الإنسانية الحضارية والإرادة الفعلية وتقول فعلا هم سعوا للفوز وسط حقه لأن عندهم إرادة ولا تنتقد أحد من حولك وتجعل صوتك جعير هذا لا يليق بك أنت إنسان عندك إرادة والأصل أن سبب الهزيمة في هذا اليوم تقصير من فريقك أو لاعبك فلا تخزل من اكتهد حتى لا يخزلك أحد يوم فوز فريقك أو لاعبك وفي النهاية هي هواية لا تشغلنا في أي حكاية ومن الآخر نقول لكم أيها المشجعين الأفاضل المحترمين هل يعقل أن الفريق أو اللاعب الذي تشجعه أو الحكام أو المحللين أو المعلقين يخرجوا من المباراة يتمتعون بأموال المكفآت وغيرها وأنتم في سجال واختلاف مستمرين مين لعب أحسن من مين مين السبب في الهزيمة مين مين بياخد الملايين وإحنا بناكل بالعفية وكويس إن إحنا وكلين عايزين نفوق شوية نتابع الهواية ماش بس نوفر انشغلنا بيه للاهتمام بعملنه وعلمنا فيه عشان ناخد مكفأة زي اللاعبين ما تزعلوش من إحنا عشانكم زعلنين وفي كلامنا ليكم لازم نكون صدقين وللرياضيين نقول اكتهدوا فإن الفوز للأفضل من المكتهدين وهذا عملكم وعلينا الاهتمام بالعمل أجمعين ولكم مشجعين يستحقون منكم أن يكونوا فرحين وانشروا الروح الرياضية بينكم أجمعين وانتصاركم الحقيقي أن تكونوا متفاهمين وللمحترفين نزيد ونقول أنتم صفراء لوطنكم مصر في العالم فاجعلوا استمرار الرياضة همكم والمحبة والتفاهم وضعكم والسلام يكون في كل كلام لكم حتى تنتصروا وتنصروا مصر وطنكم وكلامنا اللي جاي عن بداية تربية الأطفال وموجهين للأساس الأب والأم وكل من له دور في هذا الأساس من الناس لأنهم أول بشرية يراها الطفل بعينه وينظر إليها ليل نهار ويتعلم منهم كل شيء يشكل عنده إحساس وتسكن في وجدانه الطمأنين والأمان والحب والحنان تجاه الأب والأم من قصرة الحب منهم له والهضار معه بكل أنواع الكلام وهذا يجعل الطفل يحمل في قلبه الحب للبشرية من حوله الأب والأم ثم تدريج من يعرفه من الناس لذا نوصي جميع الناس بأن يكون عندهم قوة إحساس ويتعامل مع الأطفال بكل حب وحنان ليؤسسوا على هذا ويخرج جيل عنده حب لجميع الناس وعلى كل إنسان من الناس شاء القدر له بأن يكون مكان الأب والأم لأي طفل مهما كانت الظروف والأحوال بأن يتعامل معه بإحساس ويكون حق أب وأم له ولا ينتظر الأجر من الناس لأن أجره عظيم لا يقدر عليه إلا عظيم فأجره عند الخالق العظيم لكل الناس ولا شك بأن من شاب على شيء من الناس ظل عليه ويكون صعب عليه تغيير هذا الشيء إذا كان للأفضل وهو يعلم هذا بكل إحساس فعلموا أولادكم حب الحياة وكل ما فيها يا ناس علموا أولادكم حب الآخر والحفاظ عليه يا ناس وكونوا لهم صورة جميلة في حب الوطن والانتماء والولاء له يا ناس وكونوا لهم صورة جميلة في حب العلم وحب العمل وحب التفكير وحب الأمل يا ناس وكونوا لهم صورة عظيمة في التفاهم والتعاون يا ناس وكونوا لهم صورة عظيمة في حب الخير والسلم والسلام يا ناس حتى يظل على هذا الحب الصفة العظيمة ويشيب على ذلك وبالتالي يكون قدوة صحيحة لأولادهم وتدور الحياة على هذا جيل بعد جيل وتنتصر الحياة بهم يا ناس فلا تخبلونا وتتراضعوا عن هذا التأسيس الصحيح يا كل أب ويا كل أم أو من له دور في هذا التأسيس من الناس فلاعبوهم سبح سنين بلا هموم وعلموهم سبح سنين بلا غيوم وصاحبوهم سبح سنين إنقاذ من صاحب دون تأسيس كان غلط ووضع غير مضمون واتركوهم لنشر الأمل بيننا بلا توهان وبمناسبة التوهان فيه أب وأم في المجتمع تيهين وإلى طريق المحاكم شكلهم مشيين ونويين الانفصال هما الاثنين دول بنقول لهم الانفصال مش نهاية حياة بل ممكن يقوم بداية حياة وديه كلام معقول بس مزوق ومدفون فلازم نستهدى بخلقنا العظيم كده ونعرف إن الانفصال برضه لازم يكون آخر الحلول لإن فيه عيال أولادكم حبايبكم لازم عشانهم تضحوا شوية مهما كان يمكن العشرة الدوم بدل ضياح كل شيء وتفرئة العيال بينكم تكون ففوقوا ورجوا أنفسكم لو متجوزين على حب ليه دا كله يضيع لازم تستمر عشان العيال لو عندها لا مبلاه في بعض الأمور فاستمر أنت في النظام حتى الحياة تدور وتستمر عشان العيال لو كئيبة فاصبر فهذا شيء لا يعيبك أنت معروب بالسماحة من زمان واستمر عشان العيال لو متجوزاه وهو في أحسن حال ودار عليه الزمن اصبر عليه ربما أنت كنت في هذا الحال واستمر عشان العيال لو هي مهتمة لبسها شوية وأميقة وهذا يشكل لك ضيق فهي أفضل لك من إنسانة ما تفرئش معاها لبس العباية من الغبيط واستمر عشان العيال لو منطوي على نفسه ومش عجبك هذا يمكن يكون هذا أفضل كتير من عكس هذا واستمر عشان العيال لو بيوته وملهاش ميح وبيض يا ورد فمشي أنت عجلة الحياة يا سلطان الزمان بعقلك واستمر عشان العيال ولو هو كبير عنك في السن فالسن ما كانش سر ولسه عارفينه في هذه الأيام واستمر عشان العيال لو فهم إن الجميلة وهو مش أد المقام فالكبور مليئة بعظام مثل هذا الجمال والكل سوف يصير على هذا الحال واستمر عشان العيال لو جوازك ديه كان عن طريق حد محدش ضربك على إيدك عشان تدخل فيه بجد واستمر عشان العيال لو جوازك ديه منه عن طريق الصدفة ربما صدفة خير من ألف معاد واستمر عشان العيال لو زوجك مبتلي بمرض فاصبري وأيوب أجمل قصة لك تتقال واستمر عشان العيال لو كانت تبوح بكل ما يدور من أفكار داخل بيتها لغيرها فاصبر على ما تقول ولا تقل لها شيء وانصحها واستمر عشان العيال لو كان بخيل فاصبري لإن بخله سوف ينهيه ويبقى كل شيء لك وللعيال واستمر عشان العيال لو كانت من زو الهمم لو كانت من زو الهمم ورضيت بها من قبل فنعم الصبر في هذه الحالات واستمر عشان العيال لو كان مدمن فالنصيحة بالسياسة هي أفضل علاج وقرار واستمر عشان العيال لو كانت اللي في قلبها على لسنها فاصبر عليها يمكن تقول لك على حاجة كانت عايزة تخبيها عليك بس ما عرفتش بسبب هذا الكلام واستمر عشان العيال لو كان مش مهتم بلبسه شويه وغير أنيق أفضل لك من إنسان مضيح فلوسه على لبسه وعمل لي فيها شيك واستمر عشان العيال لو كانت صاحبة فكر في أي قرار فهذا ليس عيب بل يزيدها احترام واستمر عشان العيال لو العيال هم سبب عشان عندهم استغطار في بعض الأمور فإذا ما كنتش تستحملهم وتفهمهم مين اللي هيقوم بهذا الدور واستمروا عشان العيال لو خلفكم بسبب أي تدخلات من أحد فاجعلوا عندكم عقول ولا تجعلوا أحد بينكم يغول واستمروا عشان العيال إذا كانت الحياة أبدي ولا ينفح فيها حتى آخر الحلول فاصبروا أيضا واستمروا عشان العيال ما حدش محصوم الخطأ بس نراجع الأمور الأب يعرف دوره والأم تكون على نور عشان تدوم العشرة بنظام معروف على طول عشان نلم أولادنه من واقع مش مضمون ده القطة عشان عياله في النار كانت بتغول وكلامنا اللي جاي لأساتذة التعليم الأساسي مكمل المسيرة في تربية أولادنا الأطفال وكمان تعلمهم للانتصار فنقول لهم بكل حب وتقدير واحترام وكل وقار كونوا كدوى صحيحة لأولادنا في النظام العام لكم أمامهم بلا استهتار في أخلاقكم وكلامكم مع من حولكم أمامهم بلا استهتار ويكون اهتمامكم بعملكم أمامهم بلا استهتار لإنهم في مرحلة تكوين عملي بعد خروجهم من حدود إصرتهم الصغيرة إلى المجتمع يا كبار فدوركم كبير في هذا التكوين فكونوا حقا أساتذة تعليم يفخر بكم أولادنا بعد نهاية هذا التكوين الذي هو لكم ولهم انتصار فكونوا عند الصورة المعلنة لكم في هذا الإطار وعلموهم التعليم الصحيح في كل تعبير بكل إصرار وعلموهم الأدب والأخلاق باكتدار والصدق والإخلاص والوفاء للإعمار والتنمية والانتماء للإزدهار والولاء للوطن في كل الأوقات بكل إصرار وعلموهم الصبر وعدم التصرح في أخذ القرار في أي قرار وعلموهم كيف يكون البحث عن الزات والسيطرة على النفس وقت النزوات لأنكم كبار وعلموهم احترام كل المخلوقات للإنتصار والبعد عن الألعاب النارية حتى لا تزعج من حولك من جار وعلموهم النظام الخاص بعد الاستيقاظ من النوم قبل الانتشار بترتيب بترتيب غرفة النوم وترتيب غرفة النوم وهذا نظام غسل الأيد والوجه بدون كلام أقبل بابا وماما من الاحترام وعلموهم كيف يكون النظام العام واحترام إشارات المرور وقت العبور لأي مكان واحترام إدارة المدرسة وكل الطلاب كبار وصغار وعلموهم وضع الاستعداد لتحية علم الوطن مصر بكل أدب واحترام حتى ننمي فيهم الوطنية وهم صغار وهذا هو المطلوب منكم أساتذة التعليم الأساسي الأخيار حتى تنعموا في كبرى سنكم تحت رعاية جيل عنده وقار يحمل سلاح العلم الذي يكون لكم نظام وواقي من الأضرار وكلامنا اللي جاي موجهين لعلماءنا في كل مجال نقول لهم أنتم الضياء لنا تضيء لنا في كل مجال نريد منكم البحث الضقيق في كل شيء يساعد الناس على الحياة حتى نصل إلى أعلى زيادة في الإنتاج في كل مجالات الحياة حتى نصل إلى الاكتفاء الزاتي لإستمرارنا في الحياة نريد منكم البحث للوصول إلى مصادر متجددة من المياه وكيفية المحافظة على كل نقطة مياه التي هي سر الحياة نريد منكم عدم المساس لأي شيء يجعل الأيد العاملة في انكراض من أجل الحياة بل نريد منكم بأن ترفعوا من شأن الأيد العاملة ويكون عندكم اهتمام بها في كل مجالات الحياة وكمة النهوض أن تنقذوا إنسان من الجوع الذي ممكن أن يؤدي إلى الموت ونقول لأي عالم كيف يكون حالك لو عندك أسرة ليس لها دخل بسبب عالم اخترع جهاز وفر مئات من الناس ليزيد صاحب المال مال والفقير يتعرض إلى الجوع والانكسار في الحياة نناشدكم بأن تجعلوا زيادة الأيد العاملة رسمي في كل اختراع لكم حتى يزيد فتح العمل للناس لاستمرار حياتهم ونطلب منكم أبحاث تعالج جميع الأمراض للناس من أجل الحياة واستمرارنا فيها وعلاج للطير والحيوان وكل ما تحتاجه الأرض التي تنبت لنا المزروعات نريد بأن نستمر في الوجود بعلمكم الذي يجعلنا نكن كل الحب والاحترام لكم يا أسكى عقول يا مبشرين لنا بالخير على طول وكلامنا اللي جاي لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين ونقول لهم أنتم لنا أهل خير وعطاء نريد منكم فتح أبواب العمل والدخل في كل مكان نريد منكم دخل استثمارات في المشاريع كسيفة العمالة وأجمل استثمار أن تساعد إنسان على أن يكون له عمل حتى يعيش هو أسرته في هذه الحياة ويكون عنده أمل وعشان خاطر الحياة تدور عند بعض الناس ويكون عندهم نسبة أمل فيها يا أهل الخير والعطاء بلاش ما كان يوفر عمال كتير إذا كان ملوش تأثير وإذا كانت القصة أنه هيزود عندكم المال سدقونا نظرة رضا من الخالق العظيم لكل الناس بسبب هذه الأعمال هتكون لكم أفضل من أي مال وكلامنا اللي جاي للقائمين على الزراعة في مصر الإنسانية إذا كان فلاح أو مستثمر في الزراعة أو هيئة عامة في الدولة دية كونوا حريصين على مساعدة الإنسانية في سد فجوة الغذاء في مصر الإنسانية بزرع المحصيل التي تساعد على ذلك أنتم من هذه الإنسانية لأن الزراعة وإنتاجها من نبتات مختلفة هي التشكيل النهائية التي ينمو عليها الإنسان ويستمر في الحياة الإنسانية ويستخلص منها علاج وأدوية تنقي جسده من الأمراض ويستمر أيضا في الحياة الإنسانية والتشكيل بها أيضا نبتات ينمو الطير عليها وكل الحيوانات والتشكيل بها أيضا نبتات ينمو عليها الطير وكل الحيوانات التي تنتج لنا لحوم مكونات غذائية ليكتمل نمو الإنسان بها ويستمر في الحياة الإنسانية فدوركم عظيم وإنتاجكم ينشل الناس من الجوح كلمة حق فكونوا في تفاهم وتعاون لمحاربة الآفات التي تضر المحاصيل لتخرج كاملة لكم ونضجة للإنسانية واتباح كل طرق الري الصحية التي تحافظ على المياه لتبقى رصيد لاستمرار الإنسانية وتحديد وتنظيم المحاصيل لتكتمل التشكيل للإنسانية ليحدث اكتفاء ذاتي في مصرنا العزيزة إن شاء الله والباقي صدروه لدول العالم من أجل الحياة الإنسانية فضحوا من أجلنا بزرع ما نحتاجه حتى لو مش مربح لكم مية في المية وصدقونه جزاؤكم هيكون أكبر من الخالق العظيم لكل الإنسانية لأنكم تعملوا بجد لإستمرار الحياة الإنسانية وكلامنا اللي جاي لكل قائد مركبه على الأرض أو في البحر أو الجو لأن قائد المركبة هو رفيق أصيل لنا في أي طريق إذا كان على الأرض أو في البحر أو في الجو برض رفيق يقودها لنفسه يقودها لأهله يقودها لغيره برض رفيق فنقول له تأكد من سلامة مركبتك قبل الخروج بها في أي طريق ولا تتعدى الخطوط المسموح لك بها في أي طريق لأن هناك من هو في انتظارك أن تعود من هذا الطريق ونفس الحال مع من حولك في نفس الخطوط على الطريق فعود لهم بسلام واترك من حولك يعود يا رفيق والتزامك بهذا يزيدك شهرة وانتصار يا رفيق لأن القائد بحق فاهم للمركبة عامل لها نظام والإرشدات على الطريق عامل لها كل اهتمام أما قائد المركبة الغير فاهم أي شيء اسمه نظام شكله هلاك ولا يطاق في أي طريق رفيق معاك ولا لنفسه للأمانة والاهتمام نقول له حاسب ده أنت لعنة في هذا الزمان فوق شوي للطريق وكل شيء خليك تمام القصة هي من السرعة عالية درسالة وأمانة محتاجة توصل بالسلام وفوق بقى وكون تمام كلامنا اللي جاي موجهين للشباب هم الأساس في كل شيء اسمه حياة هنقول لهم كلام كبير محتاج منهم اهتمام في الحياة أنتم الأمل لنا بأن نستمر في الحياة أنتم أرجلنا التي نمشي عليها في هذه الحياة أنتم أيدينا التي نتوكأ عليها في هذه الحياة أنتم أذننا التي نسمع بها في هذه الحياة أنتم عقولنا التي نفكر بها في هذه الحياة أنتم أعيننا التي نرى بها النور في هذه الحياة نريد منكم الكثير حتى نستمر في هذه الحياة نريد منكم الاهتمام بالعلم الذي هو نور الحياة نريد منكم أن تجعلوا التكنولوجيا علما لكم ولا تجعلوها تضيع لأوقاتكم في هذه الحياة نريد منكم عمل المستحيل من أجلنا ومن أجل أجيال تأتي من بعدكم في هذه الحياة فكونوا لنا ضياء واجعلوا وطنكم مصر شعلة أمل وإنتاج وحفظوا عليها بكل قرار لها فيه عزة وانتصار واحذروا من أغز منشطات من أجل العمل أو الإنتاج حتى لا يأتي يوم لا قدر الله تفقد فيه القدرة على العمل أو الإنتاج ونوصل بلا شك في انهيار ويريت يا شبابنا نفوق من بعض السلبيات ونكون في درسنا في مدرسنا مركزين ساعتها نكون مش محتاجين دروس خصصية من المدرسين ويريت صوتنا ما يعلاشي وإحنا في الشوارع ماشيين ونكون فيها وكل مكان على إخوتنا البنات محفظين لأن الدائرة بالدور وزي ما غلست على أولاد الناس هتلاقي برضو اللي بيغلس على أعز الناس ليك وهم في أي مكان متواجدين ويريت يا شبابنا نكون على فلوسنا محفظين مش كل من حوش إرش نغير في المحميل ده بقمرة وده بقمرطين وده بثلاث قمرات لا يا حبايبن لازم نكون نصحين الإرش على الإرش إحنا شباب وورانا مسئوليات كتير إحنا شباب مصر العظيم لازم نكون فهمين والكل أمور حياتنا مفكرين وفي طريقنا لهذا مدبرين نص جنيه على نص جنيه هيبقوا جنيه ومن يقسي ومن قلش الجنيه هيعمل إيه طريق الألف ميل بيبدأ بخطوة مش بس في الجنيه في كل شيء في مستقبلنا العظيم اللي رسمينه وفي طريقه ماشيين فكونوا عند المنتظر منكم الذي أشرنا إليه لأنكم الأمل لنا بكل ما تحمل الكلمة يا شباب مصر العظيم وكلمنا اللي جاي عن كل من لا يعمل وهو قادر على العمل ويريد عمل نقول له أنت تريد عمل ونحن في أشد الاحتياج إلى عملك فلماذا تتأخر علينا اعلن عن نفسك وانطلق في كل مكان وابحث عن العمل فهو قريب جدا لكل مهتم به وعنده إصرار للوصول إليه فلا تجعل نفسك عاجز وأسير وسط أربع جدران وتبحث عن العمل وسط شبكات التواصل الاجتماعي وتجلس وتضيح في الأوقات وتنتظر منهم الرد أو تجلس وتناشد وسائل الإعلام عن العمل وأنت أسير أيضا وسط الأربع جدران لا هذا لا يليك بك أخرج وانظر حولك سوف تجد الكل منطلق إلى العمل أخرج لا تنظل لمن أراد لنفسه الحصار بين كلام ومفاهيم كلها تراجع وإحباط لا تشجع على عمل فاخرج وابحث عن العمل لأنه سر الحياة والحياة لا تستمر إلا بالعمل أخرج وابحث عن عمل ولا تنتظر صفقات من واقع الخيال لأن السماء لا تمتر زهب ولا فضة والمال لا يأتي بدون سبب أو غير منسبة والواقع أن من عمل وجد ومن أراد الاستمرار اكتهد أخرج أيها الإنسان الذي لا يعمل وهو قادر على العمل وهو في أشد الاحتياج إلى العمل أخرج ولا تنتظر الأعمال المسالية الغير مرهقة واتركها حتى يأتي وقتها ولا تضيع وقتك بسبابها وعمل في أي مكان فيه عمل أخرج من هذا الظلام فإن العمل شرف وعزة وقرامة وعكس ذلك ندامة ويهانة وملامة وانظر أيها الإنسان الذي لا يعمل وعاجز عن البحث عن العمل انظر إلى الحيوان الذي يخرج من بحر في باطن الأرض ويبحث عن غزاء حتى لا يجوع وانظر إلى الطير في السماء الذي ينزل إلى الحقول وهو معرض للصيد من أجل الوصول على حبة قمح حتى لا يجوع وانظر إلى جيوش النمل التي ترسم خطوط لها من أجل الوصول إلى حبة سكر وهي معرضة للدهس بالأقدام حتى لا تجوع وانظر إلى الحشرات من النموس والزباب وحرصهم على مص دم الإنسان من أجل الوجود انظر أيها الإنسان الذي لا يعمل ويريد عمل وعاجز على أن يبحث عن عمل الجميع ينطلق من أجل العمل الذي هو استمرار الحياة وعز بعيد عن مد الأيد لأي إنسان وقرام بأنك تبني نفسك بنفسك أيها الإنسان وشرف لك أن تكون تعمل في أي عمل فيه خدمة للإنسانية فاخرق وعمل في أي عمل المهم عمل غير ممنوع أو مخرب للإنسانية فإذا جاء العمل فلا تجعل أحد يعوقك عن العمل حتى لو أنت في انتظار عمل فاخرق أيها الإنسان صاحب العقل العظيم من وسط الأربع قدران وابحث عن العمل وسوف تجده إن شاء الله ونوصيك بأربع أمور عند وصولك لأي عمل واحد بأن تكون مخلص لعملك إلى أبعد الحدود إخلاص حقيقي يستحق الوجود اتنين يكون اهتمامك بعملك من أهم الأمور التي تهتم بها في الوجود تلاتة أن تجعل العلم لمعرفة عملك عمل بدون حدود أربعه أن يكون إنتاجك ذات جوده ومتانه وفي أجمل صورة له طول ما أنت موجود وسدقونا بهذا الطريقة لن تعود وسط الأربع قدران مرة أخرى وانتصارك في هذا العمل سوف يتعدى الحدود بس المهم أن تخرج من وسط الأربع قدران الذي هم شبه السجن عند الإنسان وكلمنا اللي جاي عن بعض الأمور الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها شعب مصر يا كرام الأطفال أنقى قلوب وأسقى عقول وأجمل صورة في براءة حقيقية بدون كلام يا كرام وهم أطفال اليوم شباب الغد أباء المستقبل عايزين نكون لهم معلم موجه لهم التوجيه الصحيح يا كرام في كل مكان هم متواجدين فيه يا كرام في البيت في المدرسة في الشارع في النادي في وسائل النقل المهم يكون لنا دور في ذلك يا كرام أهل وانأهل أنفسنا لهذا في كل مكان متواجدين فيه يا كرام حتى نوجههم إلى المثاليات التي تجعل المجتمع في رقي يا كرام ويشيب عليها الأطفال ونحن أيضا معهم يا كرام ومن الأمور الإنسانية أن ننظر إلى من حولنا من سكان فقراء أو أصحاب أمراض أو أطفال من يع لهم مات ونساعدهم بقدر المستطاع لنا حتى ينجو من هذه الأزمات يا كرام وممكن بأن يكون هذا بوحدة بين أبناء المجتمع من حولهم يا كرام وعلى المتسولين في كل مكان اللي ظرفهم المادية حلوة يا كرام خلي عندكم شوي الدم خلي عندكم شوي الدم هذا لا يليق بكم وكونوا كرام وعلى كل إنسان بأن لا يجعل للتسول انتشار ويعرف هو ميساعد مين مستحق هذا ولا من غير المستحقين يا كرام عشان نوفر الفلوس لكل من يستحق هذا بجد يا كرام ومن الأمور الإنسانية تنظيم الأسرة يا كرام حتى نفيك نحن ونعرف نربي أولدنا يا كرام إذا كان واحد أو اتنين على الأقصر ليحيوا كرام ونخف الضغط على مصر بلدنا شويه يا كرام لتتمكن من توفير الالتزامات للمواطنين يا كرام ونوسع الطريق برضو الغرنه يا كرام وبكده تكون الرعاية الكاملة متوفرة للجميع يا كرام عيشوا حياة سعيدة بدون ضغوط يا كرام والأفهم ودنين يشيلوها اتنين يا كرام وفيه أمور إنسانية برضو محتاجة لحد يفهم فيها الكلام هنقولها ويريب بعض الناس تفهمها وهم أصحاب قرار يا كرام إلى كل من أراد غياب وقهه أو قلبه أو عقله عن من حوله يا كرام ويظن بأن هذا انتصار له أو استمرار له أو كو له أو عظم له نقول له هذا أمر مرفوض في الوجود يا كرام لإن استمرارك في الوجود مرتبط بمن حولك في الوجود وتكون ظاهر بينهم وموجود فليس أمامك سوى تنشيط نفسك للتعامل مع من حولك في الوجود والقوة والانتصار لك تكون عندما يرى وجهك كل من حولك في الوجود وليس الهروب يا كرام مثل الذي يفعل الخطأ في أي مكان ويلسم وجهه حتى لا يراه من مر بهذا المكان يا كرام والقوة والانتصار بأن يكون عند القلب شاعر بالإنسانية من حولك حتى لو بأضعف الإيمان وليس ميت يا كرام والقوة والانتصار أن يكون عقلك داير وشغال في الأمور الإنسانية من حولك وليس بطال يا كرام فنقي نفسك أيها الإنسان وكن واضح وظاهر دائما بوجهك ولا تكن صندوق أسود مغلق ومختفي من ظهور وكهك بل كون قوي وتغلب بقوتك على نفسك في الوجود قلنا الكلام والحدء يفهم يا كرام وفيه أمور إنسانية تجاه الأهل يا كرام لازم نقوله وعايزين الكل يهتم بيها يا كرام اجعل أمك فوق كل كلام ولا تهنها في أي دقيقة من الزمان فهي التي حملتك في عز الأسى وعز الألم فلا يكن لها منك إلا كل صبر وكل اهتمام أيها الإنسان احمل أبوك فوق الأعناق إذا نظر إليك وأراد هذا الاحتياج واجعل عنده راح واطمئنان فهو الوحيد الذي يريدك أفضل منه في كل شيء بدون فكرة أو حساب أيها الإنسان أختك أو أخيك دمك أكيد لا تجعل شيء ينسيك العرق الذي غزاهم كان واصل ليك قبلهم أو بعدهم أو معاهم ما تفرقش كتير بدون تفكير حافظ عليهم ولا تجعل الفتنة بينكم تسير أيها الإنسان أخت أمك وأخو أمك دي ناس بجدة همك فكون لهم إنسان واجعل لهم احترام مهما كنت كبير أو صغير عشان إخوات أعز الناس ليك أكيد أيها الإنسان أخو أبوك وأخت أبوك دول ناس بجد بيحبوك زي أبوك أيها الإنسان أم أمك وأبو أمك وأم أبوك وأبو أبوك أجداد لك لو في الحياة متواجدين حافظ عليهم دول أباء لأعز الغليين واعرف منهم أصلك منين وواصل لفين أيها الإنسان يا كل إنسان وصل الحياة ولم يعرف أهله فين نقول له أهلك يا ابني كل من رعاك وحمل همك ومن أي أمر صعب لمك حافظ عليهم دول أبوك وأمك أيها الإنسان زوجتك لها احترام ولها حقوق وأمها وأبيها في مستوى أمك وأبوك وأختها وأخيها هم إخوات لك وكل ما يهم زوجتك هو اهتمام لك أيها الإنسان زوجتك أهم صديق لك وحبيب تكوني له أجمل جميل وتحترمي كل ما يقول في مستوى المعقول وأمه وأبيه أمه أب ليك بدون نقصان أو كصور وأخاه وأخته وأخوة لك كوني لهم أخت على طول أيها الإنسان زوجة أخيك أخت لك لا تكل عن أختك في المقام جرام ولها احترام أختك تمام أيها الإنسان وزوج أختك أخيك بدون كلام أيها الإنسان أخو زوجك أخيك في المقام له احترام أخيك تمام بدون نقصان وأخت أختك بدون حدود ولا كلام أيها الإنسان زوجة أبيك أمك تمام في نفس المقام اختارها أبوك كما اختار أمك تمام فاعقل هذا الكلام واحترامها من احترام أبيك أيها الإنسان زوج أمك له احترام أمك لأن عقل أمك هو اللي اختار هذا الكلام أيها الإنسان أولاد زوجك أولادك تمام سعديهم على الوصول لو في الحياة تمام وعلميهم النظام لو كانوا في احتياج لهذا الكلام أيها الإنسان أولاد زوجتك كون لهم أب حنون وراعي ظرفهم في كل الأوقات بكل احترام مدام أنت الذي اخترت هذا الطريق أيها الإنسان أختك من الأب أو أختك من الأم إخواتك تمام أيها الإنسان وبرضو فيه أمور إنسانية محتاجة كلام يا كرام على القيادي أو المسؤول في الوطن مصر يا كرام بأن يجعل التعامل مع الشعب بكل إنسانية بكل الظروف والأحوال ويوصي كل من يقود معه بهذا الكلام يا كرام وعلى الأستاذ الجامعي بأن يتعامل بإنسانية مع الطلاب ويجعل سعر الكتاب لا يتعدى ثمن الطبع إذا كانت القصة عنده علام للناس يا كرام وعلى المدرس في التعليم الأساسي بأن يجعل عنده للإنسانية مكان ويعلم الطلاب في المدارس بجد يا كرام لأن عقول الناس من مصاريف الدروس ستخرج عن الإطار يا كرام وعلى كل طبيب أو دكتور زي ما بنقول يجعل عنده رحمة وإنسانية للإنسان اللي جيله أصلا وهو تعبان فلا يزيد عليه المرض هو كمان بسعر الكشف المبالغ فيه ويشوف له علاج صحيح حتى لا يدمر المريض في مرض تاني ويروح لطبيب أو دكتور تاني يدور على علاج يا كرام وإلى كل حرفي نقول له اجعل عندك للإنسانية مكان وكن مبتكر في حرفتك ولا تستغل الأسعار مع الكبار أو الصغار وعلى كل من يعمل في التجارة كون ميزان مع أي إنسان حتى تجعل الإنسانية عندك تمام ولا تكن محتكر أو جبار في الأسعار واجعل ربحك مقبول لدى العقول وكن إنسان وإلى كل عامل نظافة في كل مكان كل الإنسانية شعار بنظافة كل مكان أنت لك فيه عمل ولا تميز مكان فيه على مكان يا مجمل أنت في كل مكان ومن الأمور الإنسانية بألا نجعل للفتن بيننا مكان يا كرام ومن الإنسانية عدم نشر الإشعات يا كرام ومن الإنسانية بألا نجعل عراكيل أمام البيوت تزعج الناس يا كرام ومن الإنسانية الإضاءة أمام البيوت في الظلام يا كرام ومن الإنسانية احترامك لأي إنسان في أي مكان ودي نهاية الكلام في الإنسانية يا كرام وعلينا بأن نعي الكلام وننشر أجمل الأخلاقيات بيننا يا كرام وكلامنا اللي جاي للمشرع الطرف الثاني في أساس البنيان بعد الشعب الذي هو الأول في كل كلام يتقال ونقول له افعل من أجل رفع شأن شعب مصر المستحيل بالقانون والتفاهم والتعاون والكلام الكبير الجميل وأسرار الوطن مصر تكون خط أحمر عندك وتكون في بير بس بدون تضليل فأنت أتيت إلى هذا المكان لتشرع القوانين بلا تضليل وتكون رقيب من أجل الشعب على المسؤول الذي ينفذ هذه القوانين يا مشرع يا رقيب وأتيت إلى هذا المكان بصوت الشعب لإن لك في قلوبهم درجة من الحب وهذه حقيقة لا تضليل حب يستحق منك العمل الجاد لهم بلا تراجع أو تضليل لإنك تعرف آمالهم وطمحاتهم واقترحاتهم فحق عليك أن تفعل هذا لأنك صوتهم وإن لم تفعل هذا هتكون في تضليل فكن بقدر المسؤولية التي وكلها لك الشعب وكن أمين عليها بلا تضليل وارسم لنفسك مكان في قلوبهم بصدقك الحقيقي لهم بلا استهتار ولا تضليل وإخلاصك الجد لهم بدون تفكير لإن الشعب يعرف مع مرور التجربة كيف يكون العقاب إما تكون عنده في مزبلة التاريخ ويكون هذا قرار أو يذهب إلى بيتك يحملك على الأعناق ويطلب منك البقاء أو الاستمرار لأنك محترم صاحب وقار لأنك كنت أمين على ما قال وعملت على رفع شأنه في كل قرار وهذا كلمنا للمشرع لأنه طرف أصيل في هذا البنيان وكلمنا اللي جاي للمسؤول التنفيذي الطرف الثالث والمكمل لأساس هذا البنيان نقول له أنت لك حب من أغلابية شعب وهذا بالدليل وليس أي كلام لأنهم اختاروك لتكون مندوب عن مصر وشعب مصر للتعامل مع المجتمع الدولي ككل بدون كلام وتكون منفذ للقوانين الذي يشرع بها المشرع من أجل مصلحة الشعب وحماية الشعب والنظام العام ولك حق اختيار كل ما تراه مساعد أصيل لك في تنفيذ هذه المهام على أكمل وك من أبناء شعب مصر المؤهلين في كل مجال وهذا حق أصيل لك بدون كلام حتى تنفذ المهمة التي وكلك بها شعب مصر لأنه وجد فيك الأفضلية في هذا المكان فأعطاك الفرصة بكل كلام وهذا وضع يستحك منك العمل ليل نهار وبزل كل الجهد واتخاذ أي قرار للوصول إلى العدالة العامة لشعب مصر في كل الحقوق والواجبات بتنفيذ كل ما تراه يصب في هذا الإطار لتحقيق هذا الكلام ولا نملك لك سوى الدعاء إلى خالق كل شيء وخالق الناس أجمعين بأن يوفقك في أداء المهمة لتحقيق هذا الكلام ونطلب منك في رسالتنا هذه الاهتمام ببعض الأمور بصفتك مسؤول عن تنفيذ هذه الأمور فنطلب الاهتمام بها للتسكير بهذا الكلام وليس لأنك مقصر في تنفيذها ولأن رسالتنا موجهة إلى كل شعب مصر في كل مكان وكل مجال وكل زمان وهذا لأننا بنحبكم ونريد لكم الاستقرار والاستمرار بكل معاني الكلام في هذا الزمان فنطلب منك العدالة بين كل أبناء الوطن في الحقوق والواجبات يا سيادة المسؤول ونطلب منك الاهتمام بالتربية والتعليم يا سيادة المسؤول لكل أبناء مصر داخل وخارج الوطن مصر ونطلب منك دعم رجال أمن الوطن بكل ما يحتاجوه حتى نصل إلى قمة النظام مع الحقوق الكاملة للإنسان يا سيادة المسؤول ونطلب منك توفير ما يحتاجه الشباب من مراكز الشباب وكسور ثقافة ومراكز تدريب ليعبروا عن هواياتهم ويستسمروا طاقاتهم يا سيادة المسؤول ونطلب منك تهيئة الأوضاع لرجال البحث العلمي وكل من عنده موهبة الاختراع بتوفير الإمكانيات لهم يا سيادة المسؤول ونطلب منك مساعدة من يفتح المصانع كسيفة العمالة يا سيادة المسؤول ونطلب منك الاهتمام بالصحة العلاجية للإنسان يا سيادة المسؤول وصحة ما يتناوله الإنسان من مياه وغزاء يا سيادة المسؤول وصحة الأدوية المتداولة داخل الوطن يا سيادة المسؤول ونطلب منك استبعاد المصانع الضارة للبيئة من وسط الكتل السكنية يا سيادة المسؤول ونطلب منك العمل الجد لإدارة النظافة والتجميل يا سيادة المسؤول ونطلب منك الاهتمام بعلاج الحيوان في كل مكان في مصر يا سيادة المسؤول ونطلب منك متابعة ما يصدر من رجال علم الأديان وصحته من السبوت وأي كلام حتى لا يشككون في أجمل رسائل عرفاء الإنسان يا سيادة المسؤول ونطلب منك مساندة الضعفاء من كل فئات المجتمع المصري في كل مكان يا سيادة المسؤول ونطلب منك الاهتمام بكوة الدفاع عن مصر في حدودها الأرضية والبحرية والجوية يا سيادة المسؤول ونطلب منك الاهتمام بالتعاون الدولي وكوة دور مصر في الحفاظ السلمي على الاستقرار في العالم ونطلب منك يا سيادة المسؤول تقوية مؤسسات الدولة تقوية حقيقية لتكون حماية للوطن مصر في أي حالة اهتزاز لا قدر الله ونطلب منك يا سيادة المسؤول حل المشاكل الداخلية في الوطن مصر إن وجدت في أي حال لا قدر الله بنزع فتيل الأزمة قبل اشتعالها حتى لا نترك الباب مفتوح يدخل منه من يريد العبز بالوطن مصر يا سيادة المسؤول ونطلب منك يا سيادة المسؤول قطع الطريق على كل من يريد الخراب لهذا الوطن بالشفافية والتفاهم مع الشعب ونطلب منك يا سيادة المسؤول الوقوف على مسافة واحدة بين كل أبناء الوطن مصر بدون تفرقه أو تمييز أو عنصرية ومن ومن يخطأ في حق الوطن مصر فسلمه للقضاء هو صاحب العقاب كون عند حسن الظن الشعب بك يا سيادة المسؤول وكن كدوى لنا في الحب والعطاء من أجل مصر وخلص كلامنا للمسؤول التنفيذي لمصر وفيه كلام تاني لكل منحرف عن الطريق الصحيح من أهل مصر نقول له عود إلى الطريق الصحيح يا ابن مصر فأنت في الأصل كنت غير منحرف وأنت إنسان عظيم وتحمل عقل عظيم اجعل عندك إرادة لا تدمر نفسك ولا تدمر من حولك كل شيء في هذه الدنيا له حلول وهكذا العقل يقول فركز معانا يا ابن مصر وتوقف مع نفسك قليلا فيه كل شيء بتعمله غلط بتعمله ليه والنتيجة إلا هتفيدك إيه وفكر هل أنت كده إنسان حقيقي بتفيد نفسك ولا بتفيد الإنسانية لا يا ابن مصر الإنسانية إنك ترضي ربها وتفيد نفسك وأهلها ولا تكن سبب في فسادها وإذا كان ظنك أن الخراب أو الضمار فيه نقطة انتصار بالنسبة لك فهذا حرام عليك أيها الإنسان فلا صحيح في أي شيء فيه خراب أو ضمار يا ابن مصر فانصرف عن هذا الصراب ولا تورت نفسك بحق يؤخذ منك لأحد بسبب اقضاع وإذا كنت مرتبط بأي أهل خداع فاخلع منهم وحافظ على مستقبلك من الضياع وعود إلى الطريق الصحيح أصلك النقي الطاهر يا ابن مصر وإذا كنت منحرف ومش عارف يعني إيه انحراف انظر إلى كل شيء أنت بتعمله من أعمال مستمر فيها أو من وقت لآخر إذا كانت تحمل ضرر لك أو لغيرك فتأكد أنك منحرف عن الطريق الصحيح فعود وخلي عندك عقل سليم يا ابن مصر وكلامنا اللي جاي عن الوقت والكلام موجهين للجميع حتى اللي ملوش في الكلام الحفاظ على الوقت واستصماره أهم كلام يتقال أيها الناس ولو عملنا على تنظيمه كما يستحق لكان حلنا أفضل من هذا الحال أيها الناس ولا نندم برضو على وقت قد فات لأن هذا لا يفيد في أي كلام يتقال أيها الناس بل نستفيد من وقت قادم حتى نعوض ما فات أيها الناس فالوقت لحظة إما تقضيها في عزة وانتصار وتاريخ مشرف لك أيها الإنسان وإما تقضيها في خيبه بكل ما تحمل الكلمة وتكون لعنة لك أيها الإنسان إما تقضيها بلا هدف وتضيعها وهذه خيبة منك أيها الإنسان فعلينا بأن نفوق ونعي ونشعر بأهمية الوقت والاستفاد منه أيها الناس حتى يمر عمرك كإنه لحظة أمل ويحزن على فراق كل من حولك من الناس وفاضل كلامنا عن الكلام وخروج من الفم لأي إنسان لازم يكون عندنا شعور بما نقول من كلام ويكون منظم ويكون مرتب ويكون مجمل عند وصوله لأي إنسان يعني لنهرتل ونشوهه ولا يكون جعير ونعير بهمجيه ننطأه أيها الناس لإن في الأساس الكلام لغة حوار فكيف يكون حوار فيه صرصعة كصرصار أيها الناس لازم نفوق للكلام ده الكلام لغة غليه للي يفهم الكلام الكلام لغة تفاهم تعبر بها من غير تشاؤم تمام الكلام في جيش نصحك مصر عبرت به تمام الكلام سياسته عالية ده سياسته غلبة الأحكام المهم الكل يعرف إن الكلام محتاج نظام وكلامنا اللي جاي ده أغنية في رسلتنه لشعب مصر الكصة يبني مش كصة كلام بنقوله دي عايز يطبق فعلي من اللي بيسمعه ويقوله عايشين في ضلال وفي كل مصر ويمش عارفين نهايته وبنعلي فيه وانسان فيه وهي دي مشكلته هالروح على فين وينيج منين لازم نحدد موقف عايزين الخيبة طريقها بلاش والكل بيعبر منه أما التنظيم ده طريقه طويل ويديه لازم نوصل الشعب يكون هادي وموزون والجهل ده يطلع منه والعلم حديد والفهم أكيد لازم يدخله وعملنا يزيب بفكرة أكيد والفقر يبعد عنه كل مكان وصله والعيبة ما تعرف لينا طريق وش طم يديه من زله واختيارنا يكون بزكاء والفاش نبعد عنه نختار إنسان في كل مكان ينصره ما يقله ينصره في قانون ينصره في ارقابه أو في نظام مطلوب منه وبكيد نكون شقينا طريق وأكيد يبا أبدايته لازم نسير فيه بيكو عشان نتمكن منه والكل يعرف معنى المصر حضارة كبيرة في دمه وإحنا يا ناس المصريين يزد بقى من إله وفي كل زمان يكون عنوان للي فيه ويدله واللي فهمنا بقى يدعن الخالق يصلح عنه وبرضو دي أغنية لشعب مصر في رسالتنا هتقول كلام مصر يا غالية يا أمي الدنيا عشانك نمشي في كل مصار نرفع شأنك ننصر أهلك المهم ده كل قرار كل يساند فيه ويطور ليل ونهار لإنك غالية وبيك هنعلى في كل مصار مهما تعبنا ومهما أسينا هو قرار لازم نمشي فيه من خلي وقت فراغ ده انت حياتنا وانت أملنا واللي يهينك لازم يتهان واللي يفكر يوم ويحربك دمه هيبقى في كل مكان ودي خطتنا لمصر بلدنا وقت سكتنا أو في كلام وكلامنا اللي جاي في رسالتنا نشيد لمصر بلدنا ويريت يبقى على كل لسان المصريين مصر الحياة مصر الأمل وطن العزيز في كل زمن عشان نكون في فهم عظيم احنا يا ناس المصريين نحقق غياته ونرفع رياته بكل كوة بين الأمم هذه الرسالة أو القصيدة لانتصاركم شعب مصر من إنسان مصري وابنه لا يريدوا سوى انتصاركم في كل مكان وكل مجال وكل زمان فندعوكم ان تهتموا بهذه القصيدة وتنشروها بينكم ربما يكون القاء بسيط لهذه القصيدة ولكن هذه طبيعة في الكلام فارجو بان تفهموا المعنى ولا تهتموا بطريقة القائها في الكلام وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته